هلا والله كيف حالكم اليوم جايب لكم أسرار الألعاب وهذه أكثر سلسلة تحبوها في قناتي فبالله يلايك واشتراك لاهنت وإقلط مو مشان شي مشان صحتكم والحين خلونا نشوف أسرار الألعاب لعبة أساسين كريد 2 لعبة جامدة وحماسية ما رح تتوقع منها هذا السر الغريب اللي ما تدري أنه مصمم لعبة أساسين كريد معجب في ماريو والدليل على هذا الشي أن زيو لما يحاول يهرب من فلورنسا ويحاول يأخذ مساعدة عمه راح يقول لعمه هذه الجملة الغريبة في لعبة هيتمان 3 إذا جمعت البيض حق الدجاج هذا وطلعت للسطوح ورميته على المقلاة اللي في الصورة هذه الرسمة على الجدار راح يظهر لك هذا السيكل أو الدراجة الهوائية اللي تقدر تستخدمه عشان تهرب بهذه الطريقة وهذه طبعا تلميحة للمشهد المشهور من فيلم اي تي في لعبة جوت سيميليتر ملكة الاستر ايكز في العالم إذا رحت للمكان هذا بالخريطة راح تلاقي الملعب هذا الواضح جدا انه تلميحة الروكوت ليج واللي تقدر تاخذ السيارة وتخش تلعب معاهم وما عندك مشكلة في لعبة مان ايتر لعبة القرش الممتعة هذه اللي تقعد تاكل فيها اوادم وتطلع طاقس البيل لجواك مادري صراحتا بس الجيم بلاي في اللعبة ذي جدا رهيب في قاع المحيط وذا قعدت لفلف راح تلاقي هذا الشي واللي هو بيت سبونجبوب الجاب سبونجبوب لهنا ما حد يدريه في داينج لايت مهمة الحفرة راح تروح للمقر هذا الضخم واللي فيه مكاتب واشياء كذا غريبة وراح تلاحظوا القلم هذا اللي فيه دم على احد المكاتب واللي في البداية راح تتوقع انه مجرد تفاصيل صغيرة عادية لكن القلم ذا تلميحة لفيلم ذا دارك نايت لما الجوكر يحاول يخفي القلم سوف أجعل هذا الشي واللي في لعبة سيريا سام 3 راح تلاقي في البرك هذي حق الضفادع راح تلاقي الحمام المتنقل لهذا واللي واضح جدا انه تلميحة لشريك واذا كنت شوق في الموضوع راح تشوف الكتابة هذي مكتوبة عليه في سطح احد المباني راح تلاقي هذون الحرمتين اللي يلبسون هذي الفساتين واللي اذا ركزت راح تلاحظ انه هذي تلميحة للميم ذاك الانشهر او مو الميم الصورة هذيك الانشهرت اللي صار عليها جدل حق الفستانين اللي ألوانهم مختلفة اللي يجيك يقول لك انا اشوفه ازرق واللي يجيك يقول لك انا اشوفه ابيض بس راح يشوفها شي حلو جدا من اللعبة في لعبة فول اوت 4 اذا رحت للمحيط هذا راح تلاقي الجثتين هذي او الهيكلين العظميين هذون فوق الدولاب واللي هي تلميحة لمشهد في نهاية فيلم تايتانيك فواضح ان نهايتهم كانت حزينة في لعبة مارفل سبايدر مان اذا رحت للساعة هذه اللي في الكنيسة وناظرت برج الساعة راح تلاقي الساعة معلقة على 21 دقيقة وهذه تلميحة للمشهد المشهور من فيلم The Amazing Spider-Man يوم طاحت خويته كذا الساعة كانت حرفيا علقت على نفس الوقت هذا وبرضه في الكوميكس خويته ماتت في المجلد 121 فترابط الاحداث ذا جدا رهيب في لعبة Assassin's Creed Odyssey راح تلاقي هذه الجزيرة اللي بتلاحظ انها فارغة ما فيها احد واذا رحت لزاوية الجزيرة بتلاقي حجرة ومحاطة فيها مجموعة حجار والحجر ذي فوقها ورقة شجر ومعها يدات وهذه تلميحة لكورا من زلدة في لعبة Crisis Warhead اذا ركست في المكان هذا في الجليد راح تلاقي السنجاب هذا المتجمد اللي قاعد يطارد البندقة هذه او مدرش اسمها اللي يأكلوها السناجب واللي هو تلميحة للفيلم المشهور هذا واضح ان السنجاب ذا نهايته ما كانت كويسة في لعبة Kingdom Come Deliverance اذا قعدت تمشي راح تلاقي هذا القبر اللي في البداية راح تحس بقبره عادي وتمشي من عنده لكن اذا قررت انك تحفره راح تلاقي جواه هذا السكيلاتون اللي لابس قطعة قماش حمرة واللي في البداية راح تتخيل انه سكيلاتون عادي يعني واحد ميت وش تتوقع لكن اذا ركزت في يده راح تلاقي الحشرة الذهبية هذه اللي من هاري بوتر وبس والله بكذا وصلنا نهاية الفيديو اتمنى انه اعجبكم وان شاء الله ما راح اقطع ياخ دايما اقول لكم اتوقع الثقة بيننا خلاص ان عدمت لا لا ان شاء الله اني باذن الله راح اعطيكم حقكم وانتم وانتم مقصرين معي لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات عشان لما نزل فيديو جديد تكون اول واحد تحضر عندي في الكومنتات اول وبس والله قد باي ترجمة نانسي قنقر